سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشرقي بعد معارك مع تنظيم داعش في الحقل ومحيطه منذ يومين في حين بسطت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على المنطقة الممتدة بين سكة القطار والبادية الشمالية لمنطقة خشام شرق دير الزور واتجهت نحو حقل الجفرة من جهة أخرى حشدت قوات نظام وميليشيات الأجنبية والمحلية المساندة لها نحو 1500 مقاتل مجهزين بالأسلحة والدبابات والآليات العسكرية في منطقة الجفرة تحضيرا العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات